المغربي للبرلمنيات والبرلمنيين السابقين المقرار ما وقع في دول متقدمة ودول جوار لأنه يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين ولا يجب أن نستفيد من تجاربنا هذه تجربة مهمة جدا أولا تمكن هذه الهيئة من المساهمة في التشريع خاصة أن الدستور المغربي لإسانة 2011 مكن المجتمع المدني من التشريع هذا الجانب الأساسي الأول جانب الثاني هو أن هذه الناس كتسبوا هذه الخبرة من خلال العمل التشريعي المباشير وهذه الخبرة يجب أن لا تذهب السوداء وهذه يكون قوة اقتراحية قوية على غير ما يقع في الدول المتقدمة قوة اقتراحية لمجلسي البرلمان بغرفته حتى نغني النقاش ونعمقه ونتمن ونرفع من مستوى التشريع ببلدنا ومراقبة العمل الحكومي ومراقبة الإنفاق المال العام حتى نتمكن من ترشيد هذه النفقات ومن تحسين الخدمات الشريعية خاصة أن مع الأسف هناك سمعة سيئة للبرلمان وللبرلمانيين في المغرب وهذا لا يعكس الصورة الحقيقية هناك حقيقة برلمانيون لا يقومون بأدوارهم لا يقومون بأدوارهم تماما أو لا يقومون بأدوارهم كاملة ولكن بالمقابل هناك قوة حية ناضجة لها من الحس الوطني ومن الخبرة ومن تجريبة ومن روح المسؤولية والتي ساهمت إلى حد دين كبير في العمل الشريعي وفي تنقيته وتحسينه وتحسين الأداء البرلمانيين بالنسبة للجمعية أعتقد أنها هي واحد الآلية من الآليات من أجل أرجاع الضور للمؤسسة الشريعية لأنه فعلا أن هناك واحد تضمر شعبي منحق الناس أن يكون لهذا التضمر لأن القوانين التي تصدر تصدر في عجلة كبيرة جدا كذلك أن هناك ظاهرة الغياب لسادة النواب البرلمانيين هناك نظرة سودوية على المؤسسة البرلمانية وأنا أتفق مع الشعب المغربي لأنه فعلا هناك واحد الخلل خلل كبير داخل هذه المؤسسة سواء في الشريع أو في مراقبة الحكومة أو في الدبلوماسية الخارجية وهذا كل مجال يمكننا أن ندروا له موضوع خاص من أجل الانتقاد ومن أجل تقويمه فإذن هذه الجمعية من فكرنا نحن بدينا ثلاثة دي النساء أعود بنا مقاوة سنة فزيحة البقالي والأخت لبنا محير والأخت رشيدة الطهيري فإذن فكرنا الخلق واحد نواة برلمانية من أجل تبادل الأراء والتفكير من أجل تطوير العمل الشريعي ومن أجل الدفاع عن القوانين التي تصدر فإذن بدينا كخلية وتوسعنا إلى وعندنا واحد العدد ديال 75 برلمانية ولكن تبين أننا لا يمكن أن نشغل كنساء فقط فإذن فكرت أن نوسع هذا المؤسسة إلى مؤسسة فيها الذكر والنساء لأنني لا أؤمن بالشغال كنساء فقط فإذن ندخلنا الإخوان البرلمانيين معنا والطورات الفكرة ولما اقترحت كان جد الأراء كان الرأي الذي يدافعتي يقول لك أننا نشغل بملف معاشرة البرلمانيين ونوقف العمل أنا كنت ضد هذا التوجه لأن البرلمانيين لا يدفع عن مصالحه فقط ولا يدفع عن حقوقها فقط وأنا معا أنه يدفع عن حقوق لأن البرلمانيين الذي لا يستطيع أن ندفع حقه لا يستطيع أن يكون برلمانيين لأنه لا يقدر يدفع لحقوقه فباله كأنه يجيب مصالح المواطنين الآخرين فإذن فكرت وقلت لا بدنا لوحد الإطار نخلقه جمعية ولذلك شعار هذا الملتقى هو جميعا من أجل ترصيخ دولة الديمقراطية والمؤسسات دولة الديمقراطية لا يمكن أن تكون مؤسسا إلا إذا كانت مؤسساتها قوية فإذن كان هذا هو المنطلق وفعلا نجحنا أنه كيفما تشوفوا الحضور الإيجابي جدا للسادة النواب والنائبات البرلمانيين وأنه من بين أهداف هذه الجمعية هو أننا كاين لجان خمس لجان هذه لجان كلها ما عندها علاقة مصلحة البرلماني كلها تصب على إعادة الاعتبار للشريع المغربي لأنه قبل ما يصدر أي قانون نحن عندنا يكون عندنا دور رقابة الخارجية كمشعمة مدني من أجل قراءة النص الشريعي ومراقبة هل هو يولائم مصلحة المواطن أم أنه فيه خلل ونلاحظ ذلك بأكثر قوة في قانون مالية بحيث يتم إنزال كل إجراءات المالية التعسفية التي تمس بفئة الفقراء والطبقة المتوسطة ماذا نريد؟ هل نريد صحق هذه الفئتين؟ وأن نخلق مجتمعا فيه خلل كابير هذا سؤال يجب أن نجيب عنه والتشريعات إذا لم تكن منصفة لهاتين الفئتين اللي يطبق الفقر والمتوسطة اللي فيها المقاوين الصغر والمتوسط اللي فيها الفئات القطعة الغير مهيكلة اللي كتعاني الأمرين اللي فيها النساء اللي الآن تغرقوا في مجموعة من القرون اللي كتعطانهم بعد المؤسسات التي تدعي أنها مؤسسة وطنية في الحين أنها تكيكون الماء للنساء والسجن والشاباب والسجن فإذاً هذا الخلل يجب أن نقف عنده وبصراحة أقسيم بالله أن هذا هو الهدف اللي عندي أنا أما مسألة المعاشات طبعاً كتبقى هي من في اللي ممكننا نجعوب لا ما تكون جمعية لوالو لأنها ضحق ممكن لاش نتنازلو بي لأنك النص اللي كنص لأن معاشات البرلمانيين مقنن بقانون وإذا المؤسسة الشريعة وضعت قانون وخرقاته فهي لن تستطيع أن تمارس أحد القانون وتحتفظ بمصداقية دياله إذن هنا خلل كبير سيكون شكراً لإخوان